فلما جالك طرف ثالث لقيت بقى لأ بجد لأ طرف ثالث بقى لأ ده كان موضوع وعوة أرواة أوهة أحترم نفسي أه أختار أبتدي أختار أشوف أنا أبقى عمل إيه عملنا مستلسة محترم جداً طرف ثالث كان إيه ميمي الرايق كان ميمي الرايق ده بصي شخصينا بحبها جداً واللي كان مسامي ميمي محمود عبد المغلي قال لي عارف هذا أمير انت تسمع كيف المستلسة تلاته قال لي ميمي قال لي ميمي قال لي والله يسمع الكلام أنا لقى واحد صاحبي يود حملة وبلطي يوصوا ومبهد لدنيه واسبوا ميمي قال لي أغسن بالله تشوف بعد كده عمل إزاي لدرجة الناس بعد كده بدأت تكتب على الفيسبوك قال لك أمير قرارة غير مفهوم الميمي عند الناس ما بدتش مصدق كل ما جقولي الميمي شكله غريب وساعاتها طولت حتى شعري ما كانش شعري أنا شعري كان قصايا بس أنا كنت مركب بقى شعر ساعاتها قلت غير الشكل تماماً تقيت بقى أفكر بقى أخترع بقى دعني وأكتهد وزاكر فأركبت إيه الشعر ده كله كان نازل لسه ساعاتها الرنجات كل خصلة بتتركب رنجات حديد في خصلة من شعري لحد ما كنتها قرعة مركب ربعمية وخمسين خصلة في شعري كلهم لا والله والله العظيم وكنت لسه بقى كمان إيه بقى في الروبي بقى تصور في طرف تالت أرجع أفكر ربعمية وخمسين بتاع عشان أصور من غير شعري وأرجع أركب تاني شعري تنحل بقى ساعاتها يا نهد ده أنا لو في بنسة أصلا ناس فاكرة أن أنا بالبس باروكة من أول البرنامج ده وطول أن أعايز أعمل لهم كده وأعمل لهم كده لو بنسة ماسكة هنا كده أنا عندي بقى ربعمية وخمسين حديدة في دماغي يا خرابي كنت عايز أقولك بنام زال حصنة يعني أنا معلوشي بقى كده في الوش بالمخدش الحديد ده ما جيش في دماغي الستات هيفهموا اللي أنت بقوله ده جدا هم اللي حسين بس وبعد ضرف ثالث الحمد لله ربنا كرم عملنا شغلة حلوة قوي والناس حبت ميمي الرايق بطريقة الحمد لله يعني طب بديني بقى مشهد لميمي الرايق كده نمسي عليه نحبه ميمي الرايق أكتر مشهد بحبه كان مع حبيبتي بقى دينة الشربيني ده من أحلى المشاهد زي طبعا مشاهد أنا ومغني ومشاهد أنا وعمر طبعا كانت ملاحم يعني بس كنت بحب مثلا المشهد اللي كنا يعني ربنا اديله الصحة عمر يوسف كنا بندفن مفروض يعني دور عمر الشخصية اللي في المسلسل أنا ومحمود عبد المغني وشايلين النعش ودخلين ليه قفلت المسلسل ده طبعا قلب الدول ده أنا قد هدلت ده فظيئة